اشتركوا في القناة بتاريخ العشرين في فريل جاري تسجيل 16 حالة وفاة وأكثر من 3300 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما نهزت نسبة التحليل الإيجابية حوالي 30% من مجموع أكثر من 11300 تحليل منجز وفق البلاغ اليومي لوزارة الصحة حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد ولفتت الوزارة لأن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمساحات الخاصة بلغ بالتاريخ ذاته 1484 حالة و266 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و61 حالة تحت التنفس الاستناعي بالقطاعين هذا وأعلنت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ارتفاع إجمالية عدد الذين استكملوا تلقيح ضد هذا الفيروس منذ انطلاق الحملة الوطنية خلال شهر مارس الماضي إلى حوالي 6 ملايين و300 ألف شخص وفي ذل هذه الأرقام المسجلة حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد رجح عضو اللجنة العلمية لمجابات اتشار فيروس كورونا والإخصائي في علم الفيروسات أمين سليم انتهاء الموجة الخامسة مع بداية شهر مارس المقبل في ذل تراجع معدل الوفيات خلال هذه الموجة إلى أقل بثلاثة أو أربعة مرات من الموجة الرابعة التي تسبب بها متحور دلتا كما قدر عضو اللجنة العلمية أن يبلغ معدل الوفيات خلال هذه الموجة التي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي وستتواصل إلى حدود نهاية شهر فيفري الجاري أو بداية شهر مارس المقبل 5000 وفاة باحتساب معدل 20 إلى 25 وفاة يومية في انتظار ما ستقرره اللجنة العلمية في اجتماعها الدوري المقرر يوم الثلاثاء القادم ينظم المركب النموذجي للشباب بجابس دورات تكوينية للشباب الراغب في بعث المشاريع لمساعدتهم على خوض غمار الاستثمار توجه ناشط المركب النموذجي للشباب بجابس نحو المجالات المرتبطة بالاستثمار وريادة الأعمال هذا المركب ينظم هذه الأيام دورات تكوينية للشباب الراغب في بعث المشاريع وريادة الأعمال من بينها دورة تكوينية في مواصفات الجودة قمنا باستقرار طلب الشباب فلقنا أن الشباب رغبتوا في التكوين بالإضافة بالطبيعة للأنشطة التقليدية اللي نحن نقوم بها اللي هي المسرح والموسيقى والرسم والإعلامية وكل ما إلى ذلك إذن من اللي افتتح لوركب أبابه قمنا بعدد دورات تكوينية في مجال ريادة الأعمال والهدف هو تشجيع الشباب على بعث المشاريع على الانتصاب للحساب الخاص التكوين في مواصفات الجودة يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للشباب الراغب في الحصول على شغل أو في الانتصاب للحساب الخاص الشباب يستحق تكوين في الإيزون في ميران لتعاونهم في أنهم تقاوي سيفي في بعث كي يحبوا يخدموا تعاونهم خطر الانسان المتكون في الكاليتي خير من اللي ما عندوش حتى فكرة على المؤسس كيف كيف في بعث المشروع زاد عندهم خبرة كبيرة تولي في هالمؤسسات أخطرنا أن نعملوا دورات تكوينية خاصة هذه زونة في ميران سبيسيالمون للاندستري لزيكزيجانس للاندستري يجب أن نعرف كل شيء شنو يخص بش نخدم نهاروخ في اندستري إن شاء الله المركب النموذجي للشباب بجابس سينظم في الأيام القادمة دورة تكوينية للشباب في تطوير مواقع الويب مثلا مخطط التنموي 2023-2025 لولايات الجنوب محور جلسة عمل عن بعد بين المديرين الجهوين وكتاب الولايات ووزير الاقتصاد والتخطيط بمقر دواني تنمية الجنوب بمدنين ضرورة تحديد الميزات التنفسية للجهات والتوجه نحو تثمين الموارد المحلية وتطوير المنظومات الاقتصادية إلى جانب عدة نقاط أخرى ترحها المديرون الجهويون وكتاب الولايات الجنوب الست ضمن جلسة إعداد المخطط التنموي لسنة 2023-2025-2000 التي دارت منقشاتها مع وزير الاقتصاد والتخطيط عن بعد بمقر دواني تنمية الجنوب بمدنين مشاكل بيئية في قيبس إن شاء الله نقضوها بعين الاعتبار نحن منطقة قيبس هي منطقة عبور معتها حدود ليبيا قريبتنا حدود الجزائرية قريبتنا لذلك نجب أن نخم في التعاون الاقتصادي بين هذوم تفعيل معتها المطار وتفعيل الميناء البحري والميناء التجاري في قيبس فما إن شاء الله قطب جامعي وقطب صحي إن شاء الله نحبوا نعملوا عليهم ونفعلوهم ونخدموا عليهم المعبر البري والجوي والبحري يزم استغلاله على الوجه الأمثل والأفضل خلاله نجمو نخلقوه الثروة المحلية وندفعوه معناتها الاستثمار تكون عندنا جزيرة جربة جزيرة ذكية تجم كيف كيف بنسبة الجرجيس بحكم معناتها الجرجيس سمارت سنتر أو مراكز العمل عن بعض هذه معناتها الخدمات التي نجمو نسوقوها وتساهم في التزديل ربط وليات كبلي بالطريقة السيارة خاصة جيبس كبلي في اتجاه الجرجيس معتوب في إطار هدف متاعنا الثاني هو ذات الأولوية هو فتح معبر حدودي خاصة أن وليات كبلي هي تقريبا الوحيدة التي لم يتم فيها إحداث معبر حدودي وفي اتجاه تعزيز التبادل التجاري خاصة مع وليات الحدودية الجزائرية إحداث ديوان وطني التمور وهو أولوية قصوة لولاية كبلي أيضا إحداث قطب جامعي باعتبار أن وليات كبلي يتوفر بها فقط معهد عالي لدراسات تكنولوجية كيفية وضع هذه المقترحات ضمن المخطط التنموي وكيفية إعداده ومن هي الأطراف المقترحة لتشركها في إعداد المخطط الجهوية تم إبرازها في جلسة إعطاء إشارة انتلاق إعداد المخطط الجهوي بإقليم الجنوب من التوجهة الكبيرة الرقم الرقم التي أظهرت حاجتها وأظهرت نجاعتها خاصة في الظروف هذه المخطط هذا يجب أن يستجيب لطلبات التنسيات والتنسيين الذي يرفع تحديات التشغيل الأساسي يرفع المقدرة الشرائية للمواتن يرفع النقص من نسبة الددائن ويرفع في نسبة النمو مقاومة همة تنموية لكل ولاية انفعلت بصفة جدية فإنها ستساهم بشكل كبير في دفع الاستثمار العمومي والخاص كما ستحقق نسبة تشغيلية همة نتائج يجب العمل عليها من أجل رفع النمو الاقتصادية لتونس تعيش المنطقة الحدودية بودرياس عديد الصعوبات فيما يتعلق بتوفر الخدمات الأساسية وترد الوضع البيئي مع غياب أبسط المرافق التي تقن ناشئة من مخاطر الشارع صورة أوضح للمشهد العام ببودرياس في هذا الروبورتاج مكاننا أفضل للعب الكرة هو حلم طفلنا يسابق الرياح خلف كرة هي حافية القدمين على أرض ملتقة بالأشواك والحجارة والأوساخ فلا بديل له لأطرابه لممارسة هوايتهم غير هذا المكان منية تحتية المترئة مياه صالحة للاستعمال تنقطع عن هذه المنطقة لأيام إضافة لغياب موارد الرزقة لشبابها منطقة بدرياس ما تنجمش تعيشها الشباب ما ينجمش قاطر قاعد نهاره يتعود كل يوم يعود في نفس النهار نفس النهار يفيق الصباح يغسل وجهه يمشي يفطر يتلقاه ويزيد يطل شفت الشباب ما عندهوش فين مش يطرفها غياب مسيلك بصفة عامة غياب الماء الصالح للشراب بصفة عامة غياب الضوء الشوارع التعب إشكالات قديمة متجددة يطالب أهل المنطقة بإيجاد الحلول اللازمة لها حتى تستعيد المنطقة زكانها الذين نزحوا من جيارهم كما جدد الأهل مطالبهم بأهمية تفعيل مشروع الطريق الجهوية عدد 91 المعطل منذ سنوات في الأيام الجاية تتحل إشكالية الطريق الـ 91 بالنسبة للبنية التحتية نعرف أننا أمام عديد صعوبات ولكنني هذا لا يمنعش وأنه بالنسبة للمخطط معنا جديد برامجنا جديدة إن شاء الله تكون من ضمن معنا تدخلات تائعات تهيئة خاصة شبكة طرقات بالنسبة للمشاريع الأخرى أكيد هي منطقة فلاحية بامتياز وإن شاء الله تشملها عديد دربوما الإجراءات الأخرى نحن اليوم أذننا كنا دعمنا البلدية بلدية فوسانة في حملة نظافة وتضم عمادة بودرياز الحدودية أكثر من سبعة آلاف ساكن مدساكنون قد يتغيروا واقعهم بدعم القطاع الفلاحية وتهيئة البنية التحتية حجزت مصالح ديوانة بالمعبر الحدود برسجدير بمدنين خمسة أطنان من المواد الغذائية المدعمة غير المسرح بها وكمية من الأدوية والأدوية البيطرية قدرت قيمتها الجملية بمئة ألف دينار وفدت الإدارة العامة للديوانة بأن المواد الغذائية تم ضبطها على متن شاحنات عند القيام بجراءات الخروج من التراب الوطنية وبالنسبة للأدوية تم ضبطها على إثر إخضاع سيارة خفيفة ذات ترقيم تونسي قدرت بمئة وسبع وخمسين علبة كما تم من شهة أخرى حجز كمية من الأدوية البيطرية الخاصة بالمواشي بقيمة عشرين ألف دينار ووفق بلاغ صادر مساء الجمع عن الإدارة العامة للديوانة تم تحرير محاضر حجز في الغرض أثار صدور كراسي شروط فتح رياض الأطفال الجديدة الصادرة من وزارة المرأة انتقادة كثيرة لعدة فصولها صاحبات رياض الأطفال بولاية مدنين أثار صدور كراسي شروط فتح رياض الأطفال انتقادة كثيرة لعدة فصول لا تستجب مع وقع القطاع ومن شأنها أن تزيد من صعوبات تنظيمه حسب رأيهنا ثم فصول ما نجمش أن تنتبقى على الوضع متاعنا من ناحية من ناحية الأسعار من ناحية المسافة القانونية ما بين روضة وروضة يعني سبحان الله في الجنوب حتى التسعيرة منخفضة جدا معناها وما تماش الأسعار الأدنى معناها فهمتي السقف الأدنى يعني تحرر الأسعار وظروف الحياتية في الجنوب ظروف أصعب معناها من الولي وحتى المعيشة فهمتي فصل آخر من كراس الشروط الصادير من وزارة المرأة والمتعلق بمناشطات الأطفال التي تواجهنا لهذا الاختصاص لفتح مشروعهن الخاص واليوم يتوقف حلمهن حسب قولهن تقررنا وخسرنا وكل معناها لازمنا نعود ونقرأ عامين أخرين طويقة باش نعود ونرجع ونحلوا الروضة متاعنا يعني حاجة غراف على الأخر وما تجيش يعني معناها خلي على قليلة يتعدى وهذو ما ليفق سناء بعد فعل القرأ مش هوا فات صييج ناس دفعت ناس فلوسنا رانا تعبنا رانا تعبنا مشينا جينا دفعنا معنويا وماديا معناها روز زوز إنسان يحلم فصول عديدة تضمنها كراس شروط فتح رياض الأطفال عدد منها لقي استحسن أصحاب وسحبات رياض الأطفال وعدد آخر لقي رفضا واسعا ونداء إلى وزارة المرأة بمراجعة هذه الفصول ماذا بينا رياض البلدية يرجع صح خاطر هيكي تبدأ مهيكلة وعلى القانونية أمن الجمعيات ماذا بينا كما تلغى القانون قبل يتلغى تول أصوات تعالت وبيانات رافضة لعدة فصول من كراس شروط فتح رياض الأطفال وجهها أصحاب وصاحبات رياض الأطفال وانتظارات من أجل أن تراجع سلطة الأشراف لنقاط الاختلاف القائمة تصديف مدينة سوسا مسابقة كأس العالم في فنون الطهية ويشارك في هذه المسابقة محترفون بصفة فردية أو على مستوى الفرق في فنون طبخ من مختلف دول العالم هوات محترفون في فنون الطبخ من مختلف دول العالم يشاركون في مسابقة كأس العالم لفنون الطهي بمدينة سوسا المسابقة انطلقت فعاليتها بتقديم مرطبات ثلاثية الأبعاد وأنواع مختلفة من الخبز ومقبلات باردة عملت برشة أنواع متع خبز منهم خبز بالزعتر خبز بالكليل خبز بالزقوغو بالبيتراف وبالسبنيخ إن شاء الله ربي سهل ونعمل مشروع هكا وأنواع الخبز يبدوا موجودين الكل أنا اليوم مشكلة فيها ثلاثة في خبز أغاتون وتخوادي بيت حاجة يحبوها الصغار حاجة جديدة وكل شيء حبيت دخلت فيها الميزيك وكل عملت أنتباف صغير وغلفت وزادة بالباتاسويك وكل بشي أعطي أنني ما سيعون معناها للخبز التي نقدم إن شاء الله بسطيلة مغربية بالبواسو إن شاء الله والديكوراسيون نكون شيء حاجة جديدة إن شاء الله بالديكوراسيون نقدر ندخله فيه فرماج شاندوش نديره حب السوداء ندخله زنجلان بيض وزنجلان عازي هذا الشيء جديد إن شاء الله في البسطيلة هي تجربة تعتمد على استخدام منتجات متنوعة في أعداد قائمة من الأطباق والمأكلات الكلاسيكية طالها الابتكار والتجديد هو بالنسبة للناس المشاركين يعني فموا مشاركات على مستوى الفردي وفموا مشاركات على مستوى الفرق يعني منتخبات فموا المنتخب التونسي مشارك منتخب الجزاري منتخب الليبي منتخب المغربي منتخب العراقي منتخب التركي منتخب الأضرب الجاني يعني فم مزيج من المطابق العالمية والعربية بصفة عام الهدف متاعنا هو أحنا كجمعي السقور الذهبي للطهي هو البحث عن الموروث الثقافي الغذائي التونسي وتقديمه بتريقة عصرية حتى يحاكي الأطباق العالمية لكل دولة أكل خاص فيها تبقى فيه لمسة تبقى فيه الأصالة تبقى فيه ثقافة البلد اللي ينتج الأطباق هذه فيه شيء مشرف في الدول العربية وفيه يعني العديد من الأكلات اللي المفروض أنها توصل للعالمية عندنا أمكانيات جبارة بطولة عالمية تقام لأول مرة في دولة عربية وإن كان الحدث يعنى بفن الطهي إلا أن ثماره ستكون إيجابية على قطاع السياحة والاقتصاد ككل في ختم النشر أشكركم ليتيب المتابعة بقية متابعة طيبة لبرامجنا كنوا بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة